على سلامتكم ومرحبا بكم زارتني باراك ان شاء الله جيتكم اليوما بانقغاتان تعلو بغوكولي ولا الشفلور الخضر كيم بزاف لي ما يعرفوش طيبو ولا ما يعرفوش ولا جبتلكم انقغاتان ساهل ماهل تعلفوغ بالخوضر وفرماج يعني كامل لوازم اللي باش يجي انقغاتان بنين وان شاء الله يعجبكم تفضلو تشوفو الوصفة بسم الله نبداو حاجة اللولة نفوتو النقغ لبغوكولي هذا ولا الشفلور واحد دلوقت كان ما كانش هنايا وبعد ولا متواجد يغرسو ما شاء الله راهيجي الله يبارك النقغ ونديرو يغلي ندير المقبل يغلي باش نديرو واحد لخمس دقايق نتفي عليه بالخفي طيب بعد شديت أنا سيبخم دي بولي ولا مبلونت بولي كوتي برك ماشي حاجة كبيرة يعني نقطعو اون لامال هكذا يعني نوجدو بالعقل بالعقل نديروهم دي فين لامال ونحطوهم دكوتي ننقي سنينتهم أنا عندي ثلاث حبات سنينت وعندي حبيبة بصل نقطعوها اون لامال كيف كيف يعني هكذا نبدأ ونديرو لاميزون بلاس مقبل ما ندورو نطيبو بشوية بشوية حتى نوجدو كامل البصل جوانح لهيكا ولامال وعندنا ثانية هذو كتوما تح نقرزيهم جوست بوغا فوغا غلقو تاعو يعني مايكونش فوق ونبعد نجوزو للمقيلة هذيك نديرو شوية زبدة وشوية زيت نذوبو مليح هذيك الزبدة ونحطو هذك لامال تاع الجاج يتقلو يعني حتى يشدو اللون والا نقلوهم بالعقل بالعقل باش نكهو هذيك الزيت كامل نقلبوهم مليح باش يتحمرو سوغلي دي كوتي هون بعد نحطو ذيك البصلات زيت تطلق روحة راكو تشوفو هذي الوصفة ما فيهاش حاجة كبيرة بصح غيشو لجوم وبنان يعني رح نبننو ذاك البروكولي درت الملح وفف اللكحل هنا نندير فسكن جبير ودرت هنالي زيغ بدو بخوفانس ولا ذوك الاعشاب العطرية نحركم لي حذ الخاليط نار قليلا بشوية بشوية باش نزيد شوية فالخضراء درت حبيباز رودية مرابية وشوية زيتون هكذا يا مقطع وندير عصره قارس باش ما يكحليش ذاك الزيتون حبيباز رودية مرابية هذا ما كان يعني نخلطو كامل هذوك المكوينات نمدو بنا وناكلو شوية خضراء ونزكو كي ما نقولو لو بلات عنا مع الاخر زيت هذك توم المكسر مدق دق يعني زيتو ارسو جيست باش يمدلي هذي كل بنا واحد روايح ما نقولكمش درت هات كوتي ودرت الى بي شامل بي شامل عندي واحد المغرف زبدة راكو تشوفو راني نذوب فيها ومبعد نزيدو مغرف معمرا متاع فارينا نخلطوهم كامل ونطيبو ذيك الافاغينا بي شامل لازم تطيبنا لافاغين فوالا نخلطو مليحن بوموموت بدا ترغوين تبياض شوفو الرغوة راه يدير نار قليلة بالصحبه لكو تبقاو غير تحركو حتى تطيبلكم هذيك الافاغينا شوفو كي دارت الرغوة ومبعد درت امبو تاع كرام فخيش انا كنت عندي هذيك يعني ذيك العقدة بوك نزيد لها شوية منشل الباطات تحاو نزيدها سينو انتو ماليا كانت عندكم الليكيد هذيك خير ووالا نخلطو مليح ذي المكونات باش تعقدن هذيك الافاغينا هني دت ديجا ديجا دو بو يعني باش مجينيش تقيلا ووالا نملحها بينسور ندير شوية فلفل لكحل ونخلطو كامل الخاليط هذا راهي امام تنتاقد كي عقدت زيت الها لانواد موسكاد ولا جوز تطيب هي يتبنن هذيك الافيش عمل نخلطو مليح ونخلو هاد كوتي ما بيد نوجدو هاملكم اللي بلاتو ولا اللي بتي بلا ولا اللي غامك هذو دهنتهم شوية زبدة وفرشت طبقة من هذيك جوغ تكتوكا بالجاج ولا تقدو تقولو ذاك الخاليط درت شوية مع الدنوس يعني كفيك رابرك مليح الواحد كل ما يزيت حاجة تزيد البنة ونستفوها ذاك البغوكولي ملفوق تقدرو ديرو العكس تحطو البغوكولي وتحطو فوق تكتوكا هنجي بخيفي غي هكذا باش نجينا كل يعني نصيبو هذا ما كان يعني نعمر مليح مليح هذيك اللغامكا والا بالعقل بالعقل ونبعد شوفو يعني حاجة ماشي وعلا بزاف وثاني تساهلو بالخفيين دار تقدرو وتوجدو وتغطو وتخبوه والا سوختو وحدا اللي خداما ولا وحدا اللي نقولو هكذا ما عندهاش الوقت توجدهم في الليل وصبح وبلويتو كي جيم الخدمة تغطيهم مليح برق بالسول في الغيزي وتديرو اي طيب كي جي يعني تجبدو يتنحلو البرودة وتديرو اي طيب والا هذا ما كان الفوغ يعني مش عول سي بوغ جس تغغطيني شوية هذا ما كان نديرو لها ذيك اللغة بيش عمل نغطو كام اللي لوجه انتحاذك لبروكولي وخلاص يعني ماشي حاجة وعلا ولي غغطة هادو سهلين يقدرو يكونو انديفيدويل كما دو پخسون يعني ملاح في رمضان معا شوية شريبة ولا ينسوب وفيها باراكا عندنا منو كمبلي والا بلاعقل بلاعقل هاي ليكم توريتلكم لدوزيام غامكان انستفو شفو ذوك اللي كولوغ شحال شابين اللي بروكولي باش يقاردي لكولوغ تاعو لازم تغلو الماء وتحتى يغلي ديرو لو شوية ملح وتحطوه كالمسا اخيراني زيت شوية فورماج حاجة خفيفة سيبو غراتيني ومبعد ندخلو واحد اللي نقولو 15 او 20 مينوط كي مارا كو تشهدوح تحمر وجهو كامل وجا شباب وجا هايل وغيشو لجوم هاو لبروكولي طاب زبدا نخلي توطيه طاب مشي 100% مي زيت فلغراتيني يعني فلفوغ زيت طاب طاب كي الزبدا تبقاو على خير إلى وصفت ما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة